موسيقى طرق جاني سبحاني في ايه؟ أبداً أساس فوزي ولا حاجة أكيد كل واحد عنده همومه وهمومك واغداكي؟ فعلاً أساس فوزي أنا حاسة أن أنا في دوام عملة أخل من التحت بس أنا عندي أمل في ربنا كبير أنا إن شاء الله أخل لو ما فاشت طفل قدر أعرف الدوامة لاغداكي دي ايه؟ أبداً يا سيدي طاليق عايزي يرجعلي وأنا استحالة أرجعلي مرزول يا سيدي أنت اللي عرفك ما يسكيش أفندني؟ مرزول أنت اللي عرفك ما يسكيش غلط بس أنا بقول الحقيقة أنت شخصية نادرة فعلاً اللي عرفك ما يسكيش وعليه أنت تدعلي من مديحة ولا إيه؟ عارف مشكلتي يا بساس فوزي إن أنا إنسانة إنسانة عايزة تختار حيات حب نفسها مش عايزة تبقى مجرد حكي التحفة تتشل من هنا وتتحطي هنا من حقك أنك تعيشي وتختاري تحطي أنت بتتكلم بجد يا سيس فوزي؟ طبعاً بتتكلم بجد غريب أول مرة أشوف راجل بقول الكلام ده صابعك من زي بعضها يا سيها ومشكلتي بتعاني منها أنا كنت بتعاني منها طالقتي كانت متسلطة وحيزاني قامش على عاجية ما لخبطوك يعجب ستان تقدره أجد؟ أجد ما أجد؟ إي أجد لو بس هبا أقولي الحاجة لأقوله لأنهم ربنا خلصني منها قااص أطلقوا بس أرجو له تحجليج بعد اللاحك تقولي ده حدتك تقول ممكن انت رغب أص autre نهاردة مرسي يا سيانا أول مرسي يلا بقى ما لك يا آدم صح؟ مش عايزة تقولي كده؟ صرحان كالعادة في ايه يا آدم؟ في ايه؟ في اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي يا ابني ما بصبرة تجيه وبابا زبط لك كل حاجة وبكرة تسافر وهنا تحصلك وكل حاجة هتبقى كويسة خلي عندك أمل يا آدم يا نانسي الأمل دا للناس اللي بتحلم إنما أنا بقيتش عارف أنام أساسا عشان أحلم أنا محبت شوفك يا إس كده دا أنت إنسان قوي دا اللي عملته دا مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهولة تعرف يا نانسي مش أنا قتلت بس دا ميري مرتاح عشان ربنا عارف أنا عملت كده ليه وتعرفي كمان يا نانسي أي دموع في عناي بتبقى ليه مش عشان يا ولا عشان الظلم اللي أنا بشوفه عشان أمي ولا حساد دا الوقت تخيالي كده تحرمت من ابنها وبعد شوية تحرمت من أبويا وإخواتي أخواتي اللي ما يجعل لهمش راجل ولا ضهر ولا حد يخاف عليهم ما يجيب لهم حقهم البركة في أخوي يا يحيان ربنا يا حميد وهنا هنا حلم عمري اللي مش هيكمل لا هيكمل هيكمل يا قادم بكرة تسافر وتعيش في بلد برا بعيدة عن الخطر وبرقتك تظهر بعدها وهنا هتروح لك وهتعيش حقيقة جميلة وبكرة اللي حصل دا كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم القيام وتتحك عليها أولادي تفتكر يا نانسي ما تبقاش منتشائم كده يا آدم أسألك سؤال وترد عليها بصراحة أم عمرك ونت قاعد كده في اللحظة كنت متدايق ولا حاجة قلت لنفسك أنا إيه اللي خلاني أعمل دا كله عشان بنتم صحية أي واحد ترابع على الأرض دي؟ كان هيعمل كده أنا أعرف كويس جدا إن اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان أنا وأنت نعيش في أمان دلوقتي كانوا جدك وجدي أبويا وأبوك كانوا مسلم ومسيحي ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله أكبر طحية مصر أنا وأنت مصريين يا نانسي أولاد وطن واحد يعني إخوات ما تسألني إيجا السؤال دا تاني ممكن؟ مالك يا الشاي عما أنا أفكر من المبارح في الموضوع العملية دي؟ مشكلة إنها مئة ألف دولار يعني ستمئة ألف جنيه هنجابهم من إيه؟ ما أنا عارف يا حبيب إن شاء الله ربنا أعلم بالحال وكل حاجة هكتضب أنا حبيعة العربية هيتجيب يعني حوالي خمسين سبتين ألف جنيه مش أكتر وأنا هكسر الوديع اللي كان بابا عمل هي الله يرحمه هيتجيبي تسعين ألف جنيه على شبكتي وشوية السيغل عندي يعملوا خمسين ألف جنيه تانيه هتبيع شبكتك؟ طيب قديم خمسين وخمسين وتسعين يعني حوالي مئة وتسعين يعني قولي متين؟ يعني هي بقى فوضل ربعمئة ألف جنيه لسه أنا هبيع الشقة أيوه ما فيش حل تاني الشقة ممكن تجبلها بتاعها تلتمئة ألف جنيه ونروح نذكر عند بابا بشكل مؤقت يعني لغاية لما ربنا يفرجها ويحلها من عنده هو حل كويس بس بالشكل ده إحنا حياتنا تدمرت خالص حياتنا ولا هيدي أكيد هيدي هي بقى خلاص متفكريش في أي حاجة دلوقتي اللي هيديه بس بس كده هيبقى فوضل حوالي مئة ألف جنيه هشام لسه أنا ممكن أخد من بابا تلاتين ألف جنيه وأنا ممكن أخد عشرين من ماما أنا كمين يبقى اللي فوضل كده يا خمسين اللي فوضل كده خمسين ألف جنيه أيوه حبيبي إن شاء الله ربنا حيفوك كامل عنده يا رب هو عالم بنا يا رب أنا محلتيش حاجة تاني والله والله محلتي حاجة تاني حبيبي إحنا كده قربنا قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه وإن شاء الله ربنا هيفرجها على فكرة أنا عايز أقولك الحاجة أكيد في حل أكيد في حل بس بس عشان متوترين فحل مش جاي في دماغنا إن شاء الله خير يا حبيبك إذن الله اطلع بس أنت ارتاح شوية قبل ما جهز لكم الأكل قبل ما عشان خطر وإنتي فكرة أن الممكن حتي جيبه مفسي إياكم هطلع براشة بسجارة قبل ما عشان خطر 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 شكرا